في خطوة لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام وتحديدا فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني عام مضى من العطاء والتنمية المجتمعية منذ إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم تتشينه فور إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني ليأتي كأول استجابة من المجتمع المدني بإجراء حوار مجتمعي موسع لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة التحالف الوطني الذي يعد أكبر مظلة للعمل الأهلي في مصر نجح خلال عامه الأول في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية والتي تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا كما نجح تحالف الذي يضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر في رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي ودخول في مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان تحقيق التكامل وليس المنافسة والتكرار التحالف الذي يعمل تحت مظلته 250 ألف متطوع تمكن من إنفاق 12 مليار جنيه خلال عشرة أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن كما تم مراجعة كافة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقبية المنطيبها الخدمات التي قدمها التحالف الوطني كانت ما بين مواد غذائية وصحية إذ تم دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية وتم استقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني التحالف قام أيضا بتوفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية كما قام بإطلاق مبادرة إزرع لدعم ملف زراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التحالف قام أيضا بإطلاق قوافل ستر وعفية والتي أصبحت أكبر حدث اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية التحالف الوطني يستكمل جهوده في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة كتف في كافة محافظات الجمهورية بمشاركة متطوع التحالف وذلك استعدانا لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر